الجزاء دي بقت مرعبة مؤلقة جدا طيب أنا عجبني بقى حاجة عمر الأول قبل ما أرجع له عجبني كولر بدأ ما يثبتش مين يشوت ضربة الجزاء كنت هسألك فيدي هو قالك أنا مش عايز أثبت وبلجأ للجيم نفسه أثناء اللعب مين موفق يحتاجي شوت ولذلك هتلاقي رامي لما تحسبت رامي ككابت الرحلو كثيراً كثيراً ما احتكمت ضربات الجزاء وتم خزلانك هذا التنوع لا بيخلق لك أكتر من اللاعب يقدروا ياخدوا ثقة يعني بجانب علي معلول يبقى عندك زاد إن الجوان ما بتحفادش بقى ما حدش عارف مين اللي يشوت واللعيب اللي بتعود يخش يشوت هو نفسه بيحتوار أغير ولا مغيرش المراتي فالتنوع مهم دي حاجة أما عمر كمال أنا كنت أراه رجل المباراة على فكرة أول مرة يعني قالت لك أصل عمر مش باكلفت الناس مستعجلة على على الناس تشوف نتيجة أو هي بترسم صورة في دمخة الملائته في الملعب بيقلاقوا بس عمر كثيراً ملاعب باكلفت وأنا بشوفه إنه ما بيجي من ناحية الشمال ويشوت من الحتة دي شديد الخطورة والجون اللي جابوا دا جابوا قبل كده أكتر من مرة جابوا أكتر من مرة أنت عندك دلوقتي ناس بتشوت من برة 18 وده تنوع مطلوب وحميد جداً يعني عندك أفشة وعندك السلية وعندك دلوقتي إمام وعندك عمر كمال يعني ده مطلوب وينضم إليهم طبعاً ناس هتبتدي تتشجع لأن أنت بتحتاج المهارة دي جداً أستاذ إبراهيم أحياناً في مطشط فيها تكتلات فيبقى جزم التكتج بتاعك إنك أنت تهيأ وكل الكور بيبقى فيها أكتر من نقلة لو توصل وبعدين حد يهيأ يعني وكأن هناك أمراً ما متفق عليه ده كلام يبقى لك إن الفرقة يعني لأ في مجهود فني بيبذل عايزين يدينه فرصته أنا عايز بس جماهرنا تكمل سيقاتها والله يا جماعة الآل في هذه اللحظة محتاجكوا أكتر من أي وقت حرفياً ملوش اللي لانتم فمش ناقص كمان إيه اللي عنده رأي سالبي حتى خليه نقوله بيننا وبين بعض ما بنقولش نصادر على رأي بعض بس خلينا ندفع بإيجابية علشان هو ده ده في إيد الناس اللي بتحب الآلي إن التحاول اللي متصدي تديله جرعة ثقة يقدر يتحرك به وخلي العتاب واللوم بعدين طيب التحاد السكندري يمكن النهاردة كمان الإسماعيلي فاز على الداخلية واحد سفر وزد فاز على اسموحة اتنين واحد إسماعيلي بدأت نتائجه الأخيرة تتحسن كتير طبعاً طبعاً هو اللي مش عارب يبتدي الموسم بشكله وينهيه بشكل يعقوي يعني جمعة بكرة ثلاث ماتشاط سيراميكا مع طلاعي جيش الجونة مع فاركو ومودرن فيوتشر مع البنك الآلي ويوم السبت المقاولين مع الاتحاد السكندري والمصر مع بيرامدز والبلدية يستضيف الأهلي الجولة تلاتة وعشرين هتبدأ التلاتة على طول الاتحاد السكندري هيلعب مع اسموحة وطلاعي جيش هيلعب مع الإسماعيلي والأربع الداخلية والجونة وبرامدز وسيراميكا وفاركو مع بلدية المحلة يوم الخميس امبي مع مودرن فيوتشر والبنك الآلي مع المصري البورسعي اكثر خوضا للمباريات دلوقتي زيد والاسماعيلي لعبه كل واحد اتنين وعشرين مباراة امبي والاتحاد والبنك الآلي لعبه واحد وعشرين الاهلي برغم عدد ماتشاته الاقل الا انه اقوى خط هجوم حتى الآن بثلاثة وثلاثين هدف اكتر الفرق تعرضت للهزيمة البنك الآلي بثلاثتاشر مباراة اضعف خط هجوم الداخلية ولم يسجل الا سبعة اهداف فقط واضعف خط هجوم اضعف خط دفاع بلدية المحلة استقبل اتنين واربعين هدف رقم كبير جدا بلدية المحلة استد ابراهيم الفريق الغامض اللي مالوش يعني متقدرش تقوله قوي ولا ضعيف كل الماتشات اللي كسبها كسبها بجدارة طيب وبأداء مبهر وفي نفس الوقت يخسر متشات المباراة القديمة الآلي شديدة الصعوبة حسام أشرف مهاجم البلدية اللي هيواجه الآلي هو هدف الدوري دلوقتي بحداشر هدف مبلوله لعب الاتحاد اللي توقف النهاردة تاني الهدفين بعشر اهداف أحمد بالحاج لعب سيراميكا ثمن أهداف هو ومصطفى زيكو لعب زد محمد سالم مهاجم المقولين بسبع أهداف القندوسي على فكرة عنده ثمن أهداف سقط سهوا القندوسي عنده ثمن أهداف طيب هدفه الآلف الدوري لحد النهاردة بيرسي تاو عنده خمس أهداف محمود كهربا وسام أبو علي وريضا سليم كل منهم سجل أربع أهداف أنطوني مودس تسجل ثلاث أهداف وإمام عشور وحسين الشحاك وكريم فؤاد كل منهم سجل هدفين طاهر وعمر كمال ولو كل هدف ده قيمة هدف الآلي واضح جدا في الآلي التنوع واضح أن كل اللعبة بتسجل واضح حتى المدافعين ليهم إسهام كتير في التسجيل ده ما يقولكش حاجة يقول يقول أن أنت خلاص مش بتعتمد على مركزية الهوم أن الفيرود اللي لازم يجيب جون وأو الطريقة أنت بتعتمد على أن الجماعية بتاعتك هي مصدر ثقل وخطورة النادي الآلي وده مش جديد ده احنا بقلنا مدع على هذا النهج يعني حتى السنين اللي بتخسر فيها الدورة أنت أقوى جوم طيب إذا كان ده النهج اللي بيعمله مستر مارسل كولر نشوفه هو نفسه بعد المباراة قال إيه عن هذا الفوز الكبير ترجمة نانسي قنقر